السلام عليكم ورحمة الله. شباب اولى سنوي نركز مع بعض. الفيديو بتاع النهاردة ده يعتبر بالنسبة لنا اول فيديو اللي ده فيها 24 فاركزه معي. الناسبة اللي داخل اولى سنوي. اهم حاجة بالنسبة لك في مادة الفيزيكس ان انت تبقى فاهم المادة مطلوب منك ايه بالزبط بالنسبة الاولى السنوي. وايه الاجزاء او الترابط اللي هيحصل معاك في المادة بتاعتك. وايه هي الحاجات اللي هتحتاجها ترمة اول وترمة تاني. وفي نفس الوقت ايه هي الحاجات اللي ممكن تكل المادة بالنسبة لك صعبة. وايه هي الحاجات المادة بالنسبة لك هتبقى سهلة وتقدر تقفلها بسهولة فاركزه معاك. اولا بالنسبة لطلبة اولى في حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها ان انت كل اللي انت بتدرسه في خلال ما انا هجقولها سنوي على الترمين هو فرع واحد في الفيزيكس اسمه الميكانيكس. الميكانيكس ده ببساطة انت بتدرس الابجيكت بتاعك هو في حالة رست. يعني الابجيكت ده وهو ثابت. وبتدرس الابجيكت بتاعك هو في حالة الموشن. ده ببساطة كل محتوى منهجك في خلال الترم الاول والترم التاني. يعني ايه الكلام ده? يعني ببساطة اللي منكو هيكمل علمي المادة بتاعت الميكانيكس دي هتاخدها مرة تاني السنة اللي جاية في الماس. فبالتالي انت لو حضرتك بقيت تمام في منهج اولى السنوي. فهيبقى بالنسبة لك سهل جدا 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 ان ان انت تقفل مادة الميكانيكس او فرع الميكانيكس في تاني السنة وان شاء الله بازن الله لان فيه تشابه كبير جدا او تقريبا الاختلافات بتبقى بحاجات عبية تقاوي ما بين الجزئين دول. اولا نركز مع بعض. ما انا هكقول بالكامل من الترم الاول لنهاية الترم التاني. هو متقسم عندنا يونت 1 يونت 2 يونت 3 يونت 4. ركزوا بقى معايا كده خطوة خطوة. اول حاجة عندنا يونت 1 ده بيحكي معانا في اتنين شابتر. الشابتر ان هو ياخد اول محاضرة او تاني محاضرة او تالت محاضرة. الموضوع ده موجودة عندنا في بلاي لست خاصة في القناة. مكتوب عليها فيزيكس سكندري وان. بتقدر ان انت تدخل وتشوف المنهج عندك بالكامل موجود ترم اول وترم تاني يجير طبعا الفيديوهات اللي هتنزل لكم جديدة السنة دي كمان فانت هتقدر تتعرض للشرح بتاعك بشكلين مختلفين او بافكار مسائل مختلفة. طيب ايه فكرة هو بيحكلنا فيها يعني يعتبر بتاعت المادة. تاريخ الفيزيكس تاريخ ظهور العالم يعني. لكن كدوا بالكم من حاجة رغم ان الشابتر يعتبر كلام نظري الا ان في حاجتين اساسياتين مهمين اوي في الشابتر ده. اول حاجة فيها حاجة اسمها الديمانشن الفورمولا. وركزه في العنوين اللي انا بقولها لاني دي هتفرق معاك وجامد اوي فان انت تفهم ايه هي الاجزاء اللي بتيجي في الامتحان. الديمانشن في المجرومنت ودي مسألة برضو اساسية في امتحان الترم برضو عندك وفي امتحان اول شهر. الى جانب كده عندك جزئية اسمها البريفيكس او احنا متعودين عليها بالتحولات. يعني بالبلة دي كده زي ما انت كنت زمان بتحول من سنتيميتر تو ميتر وهكزا. يبقى دول التلات اجزاء الاساسية اللي حضرتك وانت بتذاكر تركزلي عليهم في الشابتر الاولاني. دول اللي بتحطوا في الامتحان. بقيت الاجزاء متركز عليها لان بيبقى جزء وما لوش اهمية او. نبتدي بقى بعد كده من شابتر تو اللي هو لسه في يونت وان. كل ده احنا لسه في عنها كتير ما اول. الشابتر ده بيدرسلي حاجة اسمها. احنا قلنا في الاول ان احنا هيدرس ميكانيكس. والميكانيكس بتدرس الريست والموشن. ده اللي بيدرس لحالة الريست او الستاتيك اوبجيكت. اوبجيكت اترست. اللي هو ده احتدراسة حاجة اسمها الفيكتور. كنتنتوا عديتوا على جزء كبير جدا منها في ثالثة عدادي اللي هو الفرق ما بين السكيلر اند فيكتور كوانت تين. الجزء ده مهم والشابتر ده مهم وخدوا بالكم. الشابتر ده من اكتر الشابترز اللي فيها افكار مسائل. ممكن تكون متعبة بالنسبة لكم شوية. ده الجزء الاول بيونت وان. نبدأ نخش في يونت اين? وركزونا بقى في يونت تو ده. لان يونت تو ده يعتبر هو اكتر جزء مهم في منهج الترم الاول ومنهج الترم التاني. خدوا بالكم عند حاجة. احنا مع نهاية يونت تو هيبقى كده منهج الترم الاول بالنسبة لنا خلص. طيب. ركزوا معايا بقى في يونت تو ده لان تفاصيل يونت تو الى حد كبير مهمة اوي بالنسبة لنا فركزوا معايا. بصوا كده معايا ستزا. لو احنا كده بصينا على يونت تو. يونت تو ده بالنسبة لنا بيكون متقسم لكم شابتر? تلاتة شابتر. الشابتر الاولاني ما يعتبرش اكتر من فكرة ان انت بتتعرض للاوبجيكت بقى هو وقت موشن. يعني هتدرس شوات حاجات كده انت سمعت عنها قبل كده. الاسبيد. الاكسل ريشن. يعني الى حد كبير الشابتر ده يعتبر من الشابتر اللي معلوماتهم مش جديدة. اللي هيكون جديد بالنسبة لك عن ما انا هكتلت اعدادة في الحتة دي. نوعية افكار المسائل. يعني البروبلمز اللي هيكون اعلى بكتير جدا من البروبلم بتاعة مرحلة اعدادة. فتركز ان المعلومات كشرح مش جديدة. لكن افكار المسائل في الحتة دي هي اللي جديدة. تمام? نجي بعد كده لشابتر تو. وهنا بقى يبتدي الكلام المهم اول. شابتر تو ده الواحده ستين في المية من امتحان الترم الاول. يعني ايه الكلام ده? ما اخده بالكم انت لو جاءت حسبتي انا كمان لسه في سرية. يعني لو بسيط على منهج الترم الاول هتلاقيه خمسة شابتر. هل ممكن يبقى شابتر منهم لوحده في ستين في المية من امتحان الترم اه هو الشابتر ده. وانا بركز من دلوقتي احنا لسه في اول الترم. اول ما تطلب في الشابتر ده تركز تركيز مهم جدا. لان الشابتر ده كفيل ان هو يعديك نص الدرجة بتاعت المادة على الاقل. وتخليك تقدر تقفل المادة لان الشاطر في شابتر زي كده يقدر يقفل مادته بسهولة جدا. لان مذاكرتك للشابتر ده ممكن تخليك تذكر الشابتر اللي قابله عادي جدا او تحتاجش اصلا للشابتر ده بحاجة. ليه كل ده? لان ببساطة الشابتر ده هو بيتكلم عن حاجة اسمها يعني الحاجات اللي بتحكم حالة الحركة بالنسبة للأبجيك ايا كان شكل حركته. فالا بتاعت دي بتقدر تحدد لي كل انواع الحركة. يعني معنا كان هتكلينا ادرس مرة تانية. يعني ممكن انا لو ذاكرت الشابتر ده ركزوا في التفاصيل اللي انا بقولها. لو ذاكرت الشابتر ده مش هحتاجة زاكر الشابتر اللي قابله اصلا في حاجة. لان ده هيلم اللي اتنين مع بعض. اضافة الكده كمان يعني هو ده اللي بيحرك لي الابجيك ازا كان بعد بتحرك بيتحرك ايا كان طبعا التفاصيل الكتير بتاعت الشابتر ده. ولكن خدوا بالكم ان صعوبة الشابتر ده مش في قوانينه. دول اساسا تلاتة بس لا اكتر ولا اقل. لكن الفكرة كلها كان في حل المسائل واحنا ان شاء الله بازن الله هنبقى مع بعض برضو. السنة دي انت هتحتاجه. فما تقلقش نفسك. واحنا الفيديوهات ان شاء الله بتاعت السنة دي هيبقى فيها افكار اعلى شوية. بحيس ان انت لو فتك الشرح هاديك عندك الفيديوهات القديمة بافكارها. لو عايز افكار اصعب واتقال هتقدر تخش على الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. اهم حاجة ان انتو تتوصلوا حتى بشكل مباشر حتى لو في اي مشكلة تقدر تبعت في كومنت. طبعا انت بتشوف الفيديو ده على فيسبوك او على يوتيوب براحتك. تقدر تسيب كومنت على الفيديو وتقدر تبعت في المسج بتاعت الصفحة عندنا واحنا كده كده هيتم ايه التوصل معاك والرد على اسئلتك ان شاء الله بازن الله. نخش بقى بعد كده في شابتر سري وشابتر سري ده يعتبر شابتر بالنسبة لنا هدية مفيش في اي مشكلة. لان الشابتر ده بيكلمني على فكرة الفورس. فانا لو فاهم يعني ايه موشن? خلاص بالنسبة لها تبقى الفورس حاجة عبيطة. الفورس ده اللي قد تتكلم على فكرة نيوتنز. نيوتنز لو ده بقى. الراجل ده عمل لنا تلت قوانين بيحكموا يعني ايه فكرة الموشن. الفورس ده لو السر ده لو. تلت قوانين اساسية. خدوا بالكم بقى من حاجة ودي غلطة متخلفة عندنا في المنهج المصرية بقى لها كزا السنة بس احنا بنتعامل معها عادي والدنيا بالنسبة لنا بتمشي كويسة بفيش فيها اي مشكلة. الفورس ده والسر ده لو موجودين في منهج الترم الاول. السكن ده ده موجود في منهج الترم التاني. ركزوا بقى معي. يبقى ده كده بالسكن ده ايه? طب ايه ايه سر التأسيمة العجيبة دي? سر التأسيمة العجيبة ان السكن دلو ده افكاره اتقل شوية. فهو عشان لقى عندك شابتر كامل هنا تقيل بالنسبة لك. فبالتالي بيدماجه الجريبة اللي بيقسم المنهج اقتنع ان هو لما يودي لك السكن دلو الترم التاني هو كده خفى من الضغط. لكن الحقيقي انه ما خفش من عليك الضغط ولا حاجة. لان ببساطة هقول لكم برضو معلومة صغيرة تبقى عارفينها. السكن دلو اصلا ده بتعنيه وتنقل هو هيكون في الترم التاني. السكن دلو ده اساسا بيعتمد على والاكسلريشن. والاكسلريشن دي مرتبطة بمين? ايو ممتاز اللي قال كده. مرتبطة بمين بالاكسلريشن. يعني معنا كده ان الجزء ده الواحده هيكل الشابتر ده ليه دور كبير جدا في منهج الترم التاني ودي حقيقة فعلة. فهنلاقي ان الشابتر ده بياخد واخد ستين في المية من امتحان الترم الاول. هنلاقي بياخد معنا اربعين في المية من امتحان الترم التاني كمان. ايدي يعني ما انا اجي الترم التاني هيكون اصعب? لا. ما انا اجي الترم التاني مش اصعب على حاجة. ما انا اجي الترم التاني احنا قلنا النواة اتنين يونت برضو يا مستر. انت رس سألنا النواة سري وفور برضو. بس اخدوا بالكو يونت سري ويونت فور من اكتر اليونت السلعبي تقوي مفيش فيها مشكلة. يعني يونت سري دا بيكلملي على الوبجيكت اللي هو بيتحرك انسيركل ارباز. اي حاجة في اليونيفيرس بتاعنا يعني. الستار مسلا بالبلانت اللي حالي الستار المون اي حاجة من الحاجات دي كلها. ودرستهم بتبع لحد ما سهل ما فيش فيها مشاكل. والجزء التاني ده بيكلملي على فكرة الانرجي. والانرجي دي بتكون مرتبطة ارتباط كامل بالفورس. اللي سيادتك هتكون درستها من كلال نيوتين ايه سكند لو. فالموضوع يبقى بالنسبة لك سهل ما فيش فيه اي مشكلة. والشابتر ده اللي هو الانرجي. والجزئات دي هتلفرس بنيوتين سكند لو. مرتبطين ارتباط كامل بي الاكويشن اف موشن. بدأت منهج الترمي الاول. فاخدوا بالكوا وحزروا من النوطة دي كويس قوي ان انت تفصل لي منهج الترمين عن بعض. بالعكس هم المناهجين مرتبطين ببعض. وبالاخص انا بقرره. وبالاخص انا شابتر شابتر تو يونيت تو اللي هو بيتكلم لي على جاريت ما ننساش الجزء ده. لان الشابتر ده هو يعتبر رأس مالك في الفيزيكس في خلال اولى سنة وكلها. اشوفك على كيرا اصداد الفيديو اللي جاي. واستنونا بقى بسرعة يا تبدأ تنزل لكم الفيديوهات بشكل اتباعا لفيديوهات الشرح. ان شاء الله تبقى سنة خير وسعادة عليكم وكلكم. مع السلامة.